هذا القرار سيد يوندم هل يشيد قلعة صعبة لاستعصاء العلاقة بين بغداد وأربيل؟ هل هو بالفعل بمثابة مزيد من الزيت على نار الخلافات العراقية والمواجهة التي قد يثيرها هذا القرار؟ هل ستبقى ضمن الأطر القانونية أم تصل لتلك السياسية؟ يعني بالتأكيد سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين بغداد وأربيل ويعني كما تفضل جميلنا قبل قليل أنه منذ 2007 لحد الآن لماذا لم يتم التطرق إلى هذه الأمور؟ والأخ اجتند على مادة 130 من الدستور نعم كلام صحيح مادة 130 لكنه المادة 130 هكو هاي من قوانين صدام حسين مثلا سعاني مطلوب للقضاء حسب قوانين صدام حسين أنا محكم بالأعدام حسب قوانين صدام فهل ينفذ الأعدام به مثلا؟ يعني مو منطق هذا الكلام يعني صحيح أنه أكو قوانين لكنها لا تنسجم ولا تتفق لا مع مبادئ الشراكة في السلطة والثروة حسب الدستور ولا تنطبق المفروض أن ننتبه أو الكل ينتبه إلى هذه الأمور حتى لو لم تلغى يعني ما تقدر أنت تنفذها في حال تناقضها مع مبادئ الديمقراطية مبادئ الشراكة الوطنية مبادئ كذا هذا كلام صحيح مدى 130 هذا كذلك تقول تبقى النواء القوانين السابقة نافذة إذا لم تعدل أو يشرأ غيرها لكنه نحن يا أخي نحن كنا في الحكم محكمين بالأعدام المعارضة فهل أنه يجوز المحكمة أن يقول تعالوا أنتوا حكم أعدام عليكم أن أنفذ هذا لم يعني لم يلغى الحكم الأعدام بحقي فأكو صحيح كلامه ولكن هناك أمور قد لا تنسجم مع مبادئ الشراكة والديمقراطية والنظام الفدرالي في العراق والتقاسم السلطة والطروة وهناك مواد دستورية أخرى كما تفضل زميل قبل قليل الأخ المندلاوي هي اللي تجيز للأقليم أنه أن يشرع هكذا قوانين وكان من مفروض أنه برأيي المتواضع يعني أنا طبعا نحترم قرار القضاء لكنه العودة بأثر رجعي لألفين وسبعة هاي مشكلة حقيقية كبيرة فقد يأتي الأقليم أيضا بأمور أخرى فتوازنها بعدين تراوسها بعدين يقول أنت أسكت عني أنا أسكت عنك لأنه مو بأقليم عنده مطالبات فهي فعلا يعني أنا لا أسمي كما سميتيها النار ولكنه فعلا هي تؤدي إلى تأزيم الأوضاع واعتقد سيتوجهون إلى المواد الدستورية اللي هي بصالحهم قد تكون هناك دعوة أخرى مقابلة لأن قرارات المحكمة التحادية بات وملزمة لكل السلطات بالبلد يعني ميزر على نفس القضية بنفس الطريقة أنه أنا أروح أسوي دعوة أو أميز لا تميز قرارات باتة هي وهي بحاجة إلى تروي وتأني وتفهم المواد اللي هي عبارة عن حمالة أوجه اللي أدت إلى ما أدت فيها اشتركوا في القناة